رد متعاهد الحفلات اللبناني والصاحب شركة ريدلاين روي جبالي على قضية أثيرة أخيراً حول إلغائه حفلات عدة في ليلة رأس السنة في الإمارات العربية المتحدة كاشفاً السبب ومؤكداً دفع مستحقات الفنانين اللبنانيين الذين كانوا سيشاركون في إحياء هذه الحفلات نحن كل الفنانين دفعنا لهم كل الفنانين خلصنا معهم طاغوا الحفلات لأنه كان فيه عملنا حفلة لوافق حبيب يلي مدينا معه كونترا ودفعنا له دفع أولى طلع هو ذاته عامل عقد مع نادي أبوضاب الرياضي كنسلنا قبل بجمعة أحسن ما كنت أوصل لآخر يوم وكنسل حفلاتك شو كنا عملنا؟ يعني لو جينا على آخر يوم إيجوا علي ووقف حفلاتك لأنه أنت هنت نادي أبوضاب الرياضي أو لأنه أنت عملت شي مع نادي أبوضاب الرياضي ولكن ماذا عن مستحقات الفنانة العراقية شذا حسون التي كانت ستشارك أيضاً في إحياء إحدى هذه الحفلات الفنانون نالوا مستحقاتهم ولكن ماذا عن إعادة الأموال إلى حاملية تذاكر الحفلات للملغات؟ وحول الإشاعات عن بيع جبل ممتلكاته في الإمارات متعاهد الحفلات شرح وجهة نظره ويبقى السؤال هل سينال الجمهور حقه وتختتم قضية روي جبلي؟ ترجمة نانسي قنقر